اشتركوا في القناة من تذمر وكلاء السيارات وفتنة بين وكلاء السيارات يعني الكوطة الشحيحة وثم التقسيم ربما كان بينهم استنكر الوكلاء استنكروا التقسيم الوصف غير عادل يعني نعم تفضل عقب لك الفضل محمد مشاهدين أهلا بكم وصباحكم سعيد فقرة بين السطور نقدمها لكم من برنامج الشروق مورنينج ويكاند نستهلها كعادتنا من صحيفة الشروق اليومي وبعنامين الواجهة صحيفة الشروق اليومي اختارت أن تخرج باعتصام الأساتذة المتعاقدين نحو فضل اعتصام بودواء بالقوة وكذلك نقلت تقرير وزارة الخارجية الأمريكية المثير للجدل حول الجزائر والحريات وحقوق الإنسان يهود الجزائر يطلبون المناصب والشواذ يشكون الاضطهاد نبدأ بتصريحات وزير الداخلية نوردين بدوي الذي وجه اتهمات لجهات لم يسميها والراجح أنها لشخصيات وتشكيلات سياسية أعلنت تضامنها مع المتعاقدين باستغلال الملف رابطا بين الإجراءات التي سيتم اتخاذها بمسألة الأمن العام لكنه نفى قبل أسبوع أي نية لدائرته الوزارية باتخاذ إجراءات ردعية تجاه الأساتذة. المتعاقدين عفوا تقول الصحيفة بدواء ستكون مقبرتنا هو عنوان فرعي أيضا في نفس الصفحة وهو رد الفعل الأول تقول الصحيفة بعد تصريحات وزير الداخلية بينما كشفت الصحيفة عن لجنة وساطة ستوكل لها مهمة التفاوض مع الجهات الرسمية قصد التوصل إلى حل يرضي الجميع الصحيفة قالت أيضا أن المرابطين في ميدان الإدماج أو ما يعرف في ميدان الإدماج فندوا التصريحات التي قدمتها بعض الأطراف والتي مفادها مشاركة الأساتذة المحتجين في المسابقة بنسب ضخمة ومؤكدين أن هدفهم الإدماج وليس المسابقة في نفس صحيفة الشلوق اليومي الصادرة لهذه الصبيحة نقرأ عنوان آخر يهود الجزائر يطلبون المناصب والشواذ يشكون اضطهاد المجتمع وهذا في تقرير وصفته الصحيفة بالاستفزازي صدر عن الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان في الجزائر توقف خصوصا عند جوان محددة هي القيود على حرية تجمع وتكوين الجمعيات وعدم استقلال القضاء ونزاهته والإفراط في اللجوء إلى السجن المؤقت وصحيفة قالت أن ورقة الشذوذ الجنسي والمثلية ورقة أخرى تزعم الإدارة الأمريكية بوجود انتهاكات لحقوق الإنسان حيث يجرم القانون الجزائري العلاقات الجنسية والمثلية للرجال والنساء وكذلك تناولها من مظاهر القمع في منظور واشنطن للمثليين والسحقيات أن رفض أرباب العمل توظيفهم بسبب ميولاتهم الجنسية وحتى عدم منحهم رخ السياقة حسب التقرير كما اشتكى التقرير من الزواج القسري للسحقيات ولم يتوانى تقرير الخارجية الأمريكية في الدفاع عن يهود الجزائر تقول صحيفة الشروق اليومي وقدر أن عددهم في حدود 200 شخص وأشار إلى وجود معادات لسامية خاصة في الوسائط الاجتماعية لهذا اليوم فتنا بين وكلاء السيارات بسبب تسريبات رخص الاستراد وهذا بعد تأجيل الإعلان عن رخص الاستراد للأسبوع الثاني على التوالي وتشير التسريبات أن عددا معتبرا من الوكلاء والذين يتجاوزوا عددهم 20 وكيلا قدموا ملفات حصول على رخص الاستراد من أصل 80 طلبا سيكون مصيرهم التوقف النهائي عن النشاط لعدم استفائهم الشروط المطلوبة كما كشفت الصحيفة أو التسريبات أن قرابة نصف السيارات المستوردة من أصل 152 ألف سيارة سيكون للفرنسيين مقابل حصص ضئيلة لسيارات الألمانية التي لن تتجاوز 20 ألف سيارة وكذلك بالنسبة للمركبات الكورية التي قدر عددها ب31 ألف سيارة من علامتي هينداي وكيا صحيفة الخبر الصادرة لهذه الصبيحة اخترنا لكم منها خبر سياسي وبعنوان الإدارة تدير ظهرها لخصوم أويحيا الصحيفة قالت أن مصالح الداخلية أو مصالح وزير الداخلية نوردين بدوي منحت قيادة الأرندي الترخيص لعقد المؤتمر الاستثنائي المقرر الشهر القادم بما ينسج مع رغبة قيادات حالية تريد الأمين العام أحمد أويحيا كأمين عام الأمين العام بالنيابة أحمد أويحيا كأمين عام وبذلك تكون مصالح الوزير بدوي ردت على خصوم أحمد أويحيا من الإطارات الغاضبة على نهجه بالرفض لما طالبوا بتأجيل المؤتمر بقيادة الأرندي صحيفة قالت أن قيادة الأرندي راحت بال من خلال رخصة الداخلية لكن تساؤلات تطرح حول ما إذا كان المؤتمر الاستثنائي سيخضع منصب الأمين العام للانتخاب أم للتزكية كما تعود مناضلو الحزب أم أن أويحيا سيفي بوعده بوضع صندوق شفاف أمام المؤتمرين نذهب إلى صحف الدولية لهذه أصادرة لهذه الصبيحة صحيفة القدس العربي عنوان بارز إرحل السيسي صار هدفا لغضب الرأي العام ودعوات لتظاهر المطالبة برحيله مع حكومته عنوان بارز في الصحيفة التي قالت أنه إذر توقيع الاتفاقية الثنائية الأخيرة الخاصة بتنازل مصر عن جزينتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية والخاصة أيضا بقضيتي سد النهضة وحادث تعذيب الباحث الإيطالي جوليو ريجيني حتى الموت على يد قوات الأمن المصرية كما يعتقد على نطاق واسع حذرت وزارة الداخلية المصرية أمس الخميس المواطنين من الاستجابة لدعوات التظاهر احتجاجا على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية واتهمت وزارة الداخلية جماعة الإخوان المسلمين المحظورة بالتحريضي على الاحتجاج اليوم الجمعة وفي نفس الصحيفة نقرأ في صحيفة الشرق الأوسط في صحيفة أخرى من صحفنا الدولية إسرائيل تقتحم محلات صرافة وسط رامالله وتشعلها بالنار وهذا على مقرب من مقرأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس ومكتبه ومسكنه كاتب المقال قال أن لافت أن إسرائيل عرضت في المفاوضات الأمنية المستمرة منذ شهرين التوقف أولا عن اقتحام رامالله ومن ثم المدن الباقية حسب الوضع الأمني لكن السلطة الفلسطينية طالبت بوقف كامل واحترام الولاية الأمنية والإدارية لها على المناطق الفلسطينية واقتحام رامالله يلغي عمليا الولاية الأمنية للسلطة بينما اقتحام محل صرافة يلغي الولاية الإدارية الصحيفة قالت أن الساعات الأخيرة شهدت استمرار اقتحام المسجد الأقصى واقتحام مدينة رامالله وإحراق ممتلكات المواطنين وهدم حديقة الأطفال في محافظة نابلوس إضافة إلى الإعلان عن بناء مئات الوحدات الاستيطانية ترجمة نانسي قنقر